الاكل الصحي بيفيد في الضيت اكيد طبعا الاكل الصحي بيفيد في كل حاجة مش في الضيت فقط يعني ايه السؤال ايه السؤال اللي ممكن تسأله طب بالنسبة مثلا اطفال الطفل اللي عنده خمس سنين الوجبات المفيدة لي ايه ايه هو يعني صحيا بخير ولا عنده نحافة ولا عنده سمنة لا هو يعتبر رفيع طب هو مثلا عنده تاريخ مرضي مثلا بانيميا ديدان في الامعاء مفيش حاجة هي اصلا وجبته قليلة وجبته قليلة والله بصي انا هقولك على مجموعة من الهاجات يعني الطفل زي زيه زي اي حد برضه علشان نتكلم عن اكل صحي لازم يكون متوازن متنوع متكامل يحتوي على كافة العناصر الغذائية من الكربوهيدريت من الفات من البروتينات من الفيتامينات من الاملاح المعدنية من الالياف من المية لكن انت مثلا دلوقتي بتقول انا هو ما عندوش اي حاجة ما عندوش اي امراض وهو نحيف طب ايه سبب النحافة هل مثلا عندو مشكلة ما هو النحافة دي لو هو نحيف ممكن يكون نحيف من وجهة نظرك انت لكن انت ممكن يكون جسمه متناسق و تمام لكن انت شايفه نحيف فممكن اكون انا شايف حاجة غلط هي دي الفكرة يعني في انا وهذه دلوقتي مثلا بتقول لك اكل صحي الاكل الصحي هو اللي في كل حاجة يبقى فيه هاجي shelvi يبقى فيه فيتامينات يبقى فيه املح معدنية يبقى فيه مية ده بشكل مختصر لكل الناس لكافة الفات العمرية منقول اكل الصحي اول بيعود كل ده بس بكميات قليلة فهمني؟ اه فهم يعني بكميات قليلة يعني ممكن مدي له الطبق ويكمل الطبق. ممم. بصي. بص انا هامل لحضرتك فورو. اه تمام. ماشي. من الاول قبل ما انسى. مم تمام بس. اه اه اه. فانا قصدت كده. والله بصي انا هقولك على هقولك يعني. يعني هقولك الفكرة ان هو مثلا بيأكل كيميات قليلة دي شيء كويس مش شيء وحش واحنا لازم نبتفصيل ونقعد ناكل اه نص ساعة الاكل زي اه ناسك ينفرش. الطفل الصغير ممكن يكون بيأكل يعني فكرة ان اهنا يبقى يكون مسلا وليكن بيأكل مسلا وليكن حاجة خفيفة وبيقوم. وبعد كده بعد تلات ساعات يأكل حاجة خفيفة تانية. ويخش التلاجة ياخد له حاجة. وبعد كده ينزل يلعب بعدين يرجع تعبان اه يأكل مسلا من الاكل اللي موجود. وهكذا يوم وبيبقى ماشى هكذا. لكن فكرة مسلا وليكن ان احنا نكبر الطفل ان هو مسلا ناكله اه ناعده ولازم يأكل علشان ففيش هاجة ذا الكلام يعني هو طبيعة الطفل ان هو يأكل كيميات اكل قليلة. والصح ان احنا ناكل كيميات اكل قليلة. الصحي لو هو بيأكل معلقتين وبيقوم بس يعني طبعا بس طبعا مع مراعاة الاكل بتاعنا مسلا وليكن يكون اه ان انا مسلا الاكل البطيء والمضغ البطيء. اه ما يكونش يكون متنوع متوازن وبرضو الاكل البطيء والمطغي البطيء علشان الهضم بتاعه يكون كويس يعني يعني عشان الهضم بتاعه يكون كويس ونستفيد من الاكل بتاعه لهو ما عندوش مشاكل صحي لانه هو لو بياكل بسرعة مش هنستفيد من الاكل بتاعه الج pearl ينزل غير مهضوم ولعاملت تحليل البراز هتلاقي الاكل بتاعه هتلاقي عنده صنة قص او شي ممكن يكون نوع سبب في النحافة او فقد الوزن اللي موجود عنده. لا انا كنت عاملالو تحليل من قريب وسهر الدم تمام ما فيش اي حاجة. تمام خلاص هديك نصائح عنه بس هو دايما بقى أنا بلاحظ لا أنا أقول لحضرتك حاجة دايما بلاحظ أنه لما بياكل بي قولي أنا بطني بتوجعني ويقوم داخل فيه أيام كده مش كل الأيام ويقوم داخل التوالات هو بيجي له إحساس أنه هو بياكل فبطني بتوجعه فعايز يدخل التوالات والله يا بص إياما نلاحظتها فيه كده تمام وانت بص هو فكرة أن أنا مثلا واحد هيكون بطنه بتوجعه أصلي وجع البطن ده لأ أسباب كتيرة جدا 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 ممكن أقولك تسع أسباب كده الوجع البطن وبالنسبة مثلا اللي هيكون الوجع البطن مثلا هو هيأكل أكل معين أو كده هو أنا هتكمل معاك تاني هعيد معاك تاني تمام بصي أنا دلوقتي عند طف بياكل أكل معين بطن بتوجعه البطن يمكن يكون بياكل بسرعة الأكل السريع الأكل إيه السريع الطفل هل بياكل ببطء وبرحته واحدة واحدة أه آه 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 أوه 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 لا 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 بياخد وقت بالراحة وبياخد وقت وما يكونش عايز الحاجة خلاص انتهت لا لا انا خلاص كفاية كده يعني مش من الاطفال اللي انت ممكن تغصب عليهم يعني فيه اطفال تانية ممكن يتغصب عليهم ويأكلوا على غصبا عنه هو لا لا يعني لا انتهين يا بقى خلاص لكن اه موضوع طيب وانت عملت له تحليل ما كانش عنده اي يعني عملت له تحليل اي تاني عملت له يصور الدم كاملة طلاش عنده لا وجاء لما انا كلي قلت للدكتور على حوال بطن وكده قال لي طب احنا نعمل اللي هي الجرسومة المعدة اعملتها له اعملتها الحمد لله ما فيش حاجة والله يعني بصي ممكن يعني ممكن تعملي مجموعة من تحليل كده يعني مثلا علشان صحة الطفل في مجموعة من التحليل مثلا وليكن احنا بنوص بيها اي هي يا بقى دكتور احمد اعني انت عملت سورة الدم كاملة دي خلاص عشان اتاكد ان هو ما عندهوش انيميا وتكون هي سبب مثلا في النحافة فقد الوزن خلاص عملنا تحليل السورة الدم كاملة وطلاش ما طلاش عندنا اي حاجة دي رقم واحد فيه اختبار اسمه كيميا الدم اختبار كيميا الدم ده بيقيس العناصر الموجودة في الجسم زي الصوديم والبوتاسيوم الفيتامينات لا الصوديم والبوتاسيوم اه على وبيكشف برضه التحليل ده عن مرض السكر مثلا والخلل اه في مثلا الانسجة و اه في الكلى وتلف الانسجة ده بشكل يعني ده مسلا انا لياكم كتحليل ممكن يعمله للطفل برضه عشان نشوف مسلا انا لياكم يعني دي كلها حاجة انا هقولك اهم تحليل مفيدة لطفل عمره خمس سنين يعني. هم تحليل. مفيدة عشان تبقى انت بس حطها. والحاجة اللي انت عملتها خلاص. يبقى احنا اتكلمنا عن صورة اه دم كاملة اختبار كيميا الدم. ممكن مسلا وليكن نتكلم عن مزرعة الدم. اه التحليل ده بيكشف لنا انتشار البكتيريا في الدم. وبيحدد اي نوع من الجرسيم اه وسبب العدوى اه ممكن اللي تكون موجودة عنده. لان واجع البطن ممكن يبقى سبب عدوى عنده. ولو هزا واجع البطن ده مسلا وليكن كان مصحوب مسلا مع عسال او ترجيع مع مغس وتقلصات وهذه الاشياء. لا لا. ما فيش هزي لو مش لو مش موجودة هزي الاشياء خلاص يبقى احنا بتكلم مسلا ممكن ما يكونش عدوى يعني بس انا بقول لك برضو اعملي كل التحليل من باب الاطمينان لان الطفل برضو مش زي الكبير هيقدر اتحكم في نفس. فانت بتعملي كله من باب الاهتياط وتعرف السبب اللي موجود عنده ايه بالزبط. يبقى احنا قلنا مزرعة الدم ممكن برضو في اختبار وظيف الكبد. اختبار وظيف الكبد ده بيأكد مسلا من وجود او 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 عدم وجود مسلا اي عدوى فيروسية اه اه في الكابل عنده. فمسلا وليكن دي كده تعتبر من ضمن الحاجات اللي احنا مسلا من التحليل المهمة جدا للطفل. يبقى احنا قلنا اختبار وظيف الكبد في مزرعة الدم في تحليل صور الدم كاملة في اختبار كيميا اه الدم. دي اهم اربعة تحليل ممكن مسلا وليكن ممكن تتعمليها او كده. لكن من خبرتي في ايادات بالنسبة مسلا حد يكون جايلي او كده. فامي تقول يا دكتور ده باقولش عنده نحافة او بتاع. فبعمل تحليل صور دم كاملة وتحليل براز العينة الصباحية. والنتائج بتاعتهم. النتائج بتاعتهم دائما الامة عنده وانيمية وعنده ديدان يعني. فانت بتقولي الاتنين مش موجودين عندي. بس دمت اشهر سببين دمت اشهر سببين الاطفال في هذا العمر يعني. اه المغز. فيه نوع من من انواع الددان ما بتبانش. فيه ددان ما بتبانش. ما اعمل تحليل البراز ما بيبانش فيه الددان. صح ولا انا بتكلم غلط? والله زي ايه مسلا? لا معرفش فيه فيه دكتور كان قالي ان فيه انواع من الددان ممكن بيكون ساكنة في المعدة. في جدار المعدة وما بتظهرش في التحليل. والله بصي هو بالفعل دي حقيقة يعني. بس انا بتكلم هو طفلي يعني ممكن وارد. وارد يعني. وارد. يعني هو بيروح حضانة بيروح مدراسة. ماشي ما هو بيسكن ليه بس هو لو اتتعملت البراز لعينة صباحية هتظهر. لو اتتعملت البراز لعينة صباحية بتظهر يعني. لكن هو بيطلوب نكتة. اه. 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 يعني لو معمولة تحليل تبراز العينة الصباحية بتظهر يعني لكن هو بيطلبها منك ثواتي. لأ عمليها. اه العينة صباحية. لك كنت عمليها له بتاعته الصبح لما قال لي جرسمت المعدة. تمام يعني اه كلام ما فيش مشكلة يعني ممكن ما تكونش ظهرت في التحليل اه ممكن تقرر التحليل مرة واتنين. يعني تقرر التحليل. اه اه. يعني. بس جرسمت المعدة اكيد بتبان من اول مرة. والله اه يعني جرسمة المعدة هتبان من اول مرة او ما تبانش من اول مرة. ترجمة نانسي قنقر